بورد الدلو. ابشر تدخل الهي من فوق سبع سماوات في فرحة ونجاح واغبار سعيدة واتصال مفرح ليك بفضل الله تعالى. نبدأ بيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين يا? يا رب تكونوا كويسين. وبخير يا سعد الله اوقاتكم حبايا بقلبي. ان شاء الله قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لموليد بورد الدلو. صلي على النبي علي فضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك. وانت خير المبشرين. كلها نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. صورة الزاريات. بسم الله الرحمن الرحيم. وان شاء الله بعد الكراءة هنشوف رسالتك بتقول لك ايه يا مواليد بورد الدول. الدلو. فضلا وليس امرا. ادعم الفيديو باللايك. وان كنت لم تشترك فيها القناة فتشترك في القناة فعل زر الدرس ليصلك كل جديد. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. في هنا شاف ان دايلك دعم من اشخاص اه جديدة انت هتتعرف عليهم. شاف هنا ان انت انفصلت او ابعدت عن اشخاص خنوك او خزلوك او قسروا بخاطرك. هزا الاشخاص انت ابعدت عنهم او هكذا زيك. شاف هنا اه الشريك من ناحيتك في كركبة. يعني الشريك عندك وضعه مكركب. يعني في امور منعكسة. شاف هنا في موضوع هنا انت مدايكك. او عامل لك توتر. او عامل لك حيرة. يعني شاف في موضوع عندك هنا مدايك. اعمل لك حيرة. بسم الله الكاشف شاف الموضوع دي يعني اه كان علاقة او حادة. شاف هنا انت منتظر تغيير. شاف هنا في ناس كثيرة جدا ضدك. يا برد التالي في ناس كثيرة جدا ضدك. ومستنين سكوتك. يعني مستنين يوجعوك. يعني شاف انا هم حابين يوجعوك في مشاكل وبوقعوك برضو كمشاكل. حدد مصيرك. حدد مصيرك. انا شاف فيه علاقة هنا. يعني شفيه علاقة بسم الله الكاشف. او مصلى على سيدنا محمد. دايما يعني هنا العلاقة دايما انت بتعافر معه. وهو ما تمرش اللي انت عملت معه. انت تعيبش جدا معه. اه عملت كثيرة حلجة جدا يعني في حياته. بس يعني شاف امور واقفة عندك. يعني شاف هنا لسانك يعني دايما بيوجعك يا دلو في مشاكل. دايما لسانك بيخسرك في حادات كثيرة جدا. شاف هنا كمان بسم الله الكاشف في راحة. راحة واستقرار. يعني مع الشخص اللي انت بتفكر فيه حاليا. ان شاء الله بازن الله تعالى هيكون عندك استقرار. هنا في كلام بينكم وبين برد آآ آآ الصور. شاف هنا بس يعني غير من نفسك. في عايزك تغير من نفسك شوية. بسم الله الكاشف. الله ما صلى الله سيدنا محمد. شاف هنا فيه كلام غلط. يعني بتقولوا آآ لسانك بيدايك ناس كثيرة جدا من حواليك. هنا في شخص هنا في حد عايز يوضعك يا بردت دلو في مشكلة كبيرة. خلي بالك. خلي بالك. بس ان شاء الله ربنا يخردك من الحمل اللي انت شايل وبردت دلو. ان شاء الله ربنا يخردك من هزي. شاف هنا بسم الله الكاشف. الله ما صلى الله سيدنا محمد. فيه طاقة. شاف فيه طاقة تغيير. شاف فيه طاقة تغيير وفيه راحة. يعني من بعد التعب اللي انتو شفتوه. شاف هنا فيه خير ديلة. بسم الله الكاشف. شاف فيه آآ خير وريزك طال انتظاره. ايه? انا شاف بس يعني انت ليه دايما قلبكم مكسور. مفيش استقرار في حياتك. آآ انا حاول تستمر على تحقيق هدفك. شاف هنا فيه كمان تغيرات حلوة. آآ يعني هتحصل عليها الايام اللي دايب. بس ابع لان التشتت. ويبعد دعم يعني ما تاخدش قرار الا بعد تفكير. ما يعني ما تديش حد امانك او سرك. شايف هنا فيه تغيرات حلوة. بسم الله الكاشف. يعني شاف الله مصدر يا سيد محمد. بس 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 بي فكر فيك. آآ شخص عمال يفكر فيك. شافه انت في مكان عايز تروحه. في مكان عايز تتنجل اي او عايز تروحه. هتروح وما تجلق شي. بسم الله الكاشف. بس الحجد والغن. تقول لي في حياة الاخرين. ركز على هدفك. وركز على حلمك. عشان انت مظلوم من ناس كتيرة جدا. مظلوم من اشخاص مقربين لقلبك وحياتك. شاف هنا انت فيه اشخاص بتفكر فيهم يا دايما. بسم الله الكاشف. يعني هنا فيه ورق هم. شاف انه ورق هم محيرة. بسم الله الكاشف. في بس لم شمل مع ناس مقربين على قلبك. في راحة. بس انت في ضغط نفسي. تعبان. شاف هنا انت بتفكر تهرب من الواقع اللي انت فيه. تهدئ وهدى عصابك الايام دية. شاف هنا فيه كمان استيقاظ بالامور. يعني بلك مشغول به. شاف هنا فيه كزا علاقة في حياتك. اه كزا موضوع في حياتك. يعني كزا حادي امخنجاك او مضيقاك في حياتك. يعني بسبب عرقيل في حياتك او بسبب كلام كتير. يعني شاف هنا حدا يعني هدى عصابك. علشان الايام اللي داية مش ناقص اللي انت فيك امكفيك. فانت مش محتاج ضغط. مش محتاج تسمع كلام يزعلك او يسعدك او يتعبك او طائقة. فانت خليك امشي في الطريق الصحيح. بسم الله الكاشف. شاف هنا في حد اه الحد يعني ممكن يكون اه حرف المية منه. يا ريت تخلي بالك منه. خلي بالك منه. عشان شايف الشخص ده. خلي بالك منه. عشان حابب اوقعك في ازة كسير او اوقعك في تعب او في مشاكل فخلي بالك منه. شاف ان انت عليك هنا اه في حدا تعمل تشتغل عليها او عمال تعملها. في هدف خطه في دماغك. في حادة كتيرة خططها في دماغك وبتسع عليها. هي دي اللي هتحقق لك هدفك ان شاء الله. اسعى في اله الشيء اللي في دماغك اللي عايز تحققه. في حلم دايما بيتردد معاك. اه بتحلم اكتر من مرة. حلم بيتردد معاك وبتحلم اكتر من مرة. بسم الله الكاشف. طيب عايزك هنا توازن الامور وتحصل امورك بشكل مختلف علشان تخاطر ما تزعلش ناس منك. وهدي نفسك كويس من العصبية اللي انت فيها اليومان دول. عشان العصبية دي بتحاول تستفزك وتطلع كل الطاقة اللي جواك. في رد تهدي نفسك. عندك عقابات كتيرة موجودة في حياتك انت مش مرتاح. فشاف الفترة اللي دايب. بسبب نداحة المشروع اللي انت هتسعى فيه. بسبب تغيراتها تحصل في حياتك. بازن الله هيكون عندك دعا. هيكون عندك راحة. لكن التفكير هو اللي تعبك. معاضية كتيرة شغلة بالك. وعندك وسواس تعبك نفسيا. يعني الوسواس دايما بيخليك تشك في اي حادة. وخليك تفكر في حيات كتيرة مش موجودة. بسم الله الكاشفة خليش حادة دائجة. طلع نفسك من اللي انت فيه. طلع نفسك اخرض الطاقة السلبية اللي في حياتك. يعني شاف عندك عندك بعض العكسات. يعني عندك بعض العكسات. لكن في عندك خروض من الاشياء اللي انت فيها دي. يعني روق بالك وهيكون بالك رايك. يعني شاف رواجان. ويعني شاف هتعدل المشاكل السلبية اللي مسيطرة على حياتك. يعني شاف ان انت مطلق بقى اه تعبان او مخنوق او فيه عرقيل قدامك او ما فيش حدا مكتملة معاك. هتعدل المشاكل السلبية اللي مسيطرة على حياتك. يعني شافت مطلق بقى. اه جدا. بسم الله الكاشف. انت بس ادمن فيك انت طموح. يعني طموحاتك عالية. اه دايما بتحاول تحقق طموحاتك. ان شاء الله بيزن الله كل اللي في بالك هيتحقق. يعني شاف ان انت هنا قريب من ربطنا جدا. دايما بقول لك العيون مش سايباكم في حالة لكم. الحسد مش سايبكم. عندك طاقة فرط. وطاقة حب. هتعود لحياتك مع استقرار حلو بازن الله تعالى. اخلص من هذا الحسد اللي عندك. الله ما اصل على سيدنا. احو اكتم اسرارك. لا ليس تقول لما يكون في قلبك او في عقلك على لسانك. بسم الله الكاشف. يعني شاف هنا امور كتيرة انت مش راضى عنه. لكن لا ايام اللي دايه هيكون عندك انفردت حلوة. يعني مع دعم هيحصل في حياتك. بس هدي اعصابك. هدي اعصابك على كد ما تقدر. بسم الله الكاشف. ارض بيتك هنا فيها مشاكل او فيها اه حيرة او فيها مشاكل او في خروض من السيدن اللي انت فيه. في خروض من السيدن اللي انت فيه. بسم الله الكاشف. الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. شاف فيه سحر في البيت. شاف سحر في البيت. عملكم مشاكل. عملكم حيرة. عملكم ضغوطات. حاول تتعالض من هذا السحر احباب في الله. وان شاء الله اقول لكم اخر الفيديو بازن الله. شاف هنا فيه حياتها تخرج منها. شاف هنا فيه طقة حب. شاف فيه طقة حب. يعني فيه حياة. هتخلص منها. بسم الله الكاشف. الله صلى الله عليه وسلم. شايف هنا. في حدا مسروجه منك يا بردادتالب. في حدا مسروجه منك ذهب او مال اتخذ منها قصبا عنك. او حد نصب عليك او حد راحت منك كتير يا بردادتالب. شايف برضو هنا? حد بيحاول فوقك من المشكلة اللي انت هتوجع نفسك فيه. في الحد بيقول لك فوق انت ماشي في طريق غلط. حد هي فوقك من اللي انت فيه. من الهم اللي انت شايله في حياتك. في حد يقف ذنبك. او حد وقف معاك يدعمك في طريق الخيل. بس انت اللي ما بتسمعش. ما بتسمعش لحد. ولا مدي اهتمامك لحد. شايف انا عندك مفردات حلوة. عندك تغيرات. يعني بس اه دايما مضغوط. وتعبان نفسيتك اليوم من دولة. مش مستحملة. شايف تتفتح لك ببن كثيرة جدا في حياتك. ما تقلقش. صلى على النبي علي افضل الصلاة والسلام. شايف ان انت هتتغير. انا شايف طريق حلو قدامك. شايف هنا الطريق حلو. الطريق ده هيكون نهايته جبر وخير لحياتك. يعني شايف انت منتظر ايام حلوة. اه منتظر خبر تسمعه. يعني بس دايما قلت لك الصداع والنخزات اللي بتسمعك والتعب والضيقة والخنجة والاكتئاب. هذا من السحر والحساد. بس في طاقات حلوة. طاقات حلوة ديالك. عايزك تبعد عن اي طاقات سلبية. شايف بسم الله هالكاشف. في هنا شايف برضو الله مصدر للسيدنا محمد في حد ظلمك. الحد ظلمك انت في هوات امرك لله. لكن برضو مش سايبك في حالك. ظلمك واكل مالك واكل حقك. وبرضو مش سايبك في حالك. وبيتكلم عليك. انت بتقول طيب هو عايز مني ايه. كل حالة في حياتي خدهة. ما تقلقش. انت علشان هتثبت وجودك لأيام اللي داية وعد. حقق بعض الاهداف اللي عندك هتكتشف برضو اشخاص خينيين. وهتكتشف برضو كلام كتير جدا سلبي في حياتك. فما تقلقش. ما تقلقش. احزر اه من الاستغلال او من الناس اللي هتستغل لك. عشان انت مفرداتك هتكون حلوة. هتسد بعض الضيون اللي عندك وهتفرح ناس ليك. عشان انت اللي في ايدك مش ليك. في خصام ما بينك ما وبين حد هينتهي. او مشاكل ما بينك وبالحد رح تنتهي. خفف من طاقتك. اه خفف من امورك. ابعث عن الطاقات السلبية. ابعث عن الحيرة. ابعث عن المشاكل. لان هنا في انفراجات مالية بفضل الله تعالى. ويكون في تغير جزري. بفضل الله. وشاف هنا منكم من بتطلب بكل مستحقاتك القديمة. شاف فيه انتصارات قانونية في المحاكم وتحقق امنيات. شاف هنا امتلاك شيء جديد. وسيكة عقود. اه شاف بداية هتعلي شأنك. وشاف فيه شخص حبيب او قريب او شخص عايز يردع لك ويصالحك. وشاف نجاح مهني واموال بفضل الله. وشاف في اهي الاموار رح تنسيك شريك. نردسي. وشاف هتخرج من علاقة سامة. وشاف للبعض هنا اه عرض ارتباط او زواد منكم من شخص. شاف هنا بسم الله الكاشف ناس ستدخل حياتك هتأثر عليك اه بالخير. وبتكون سبب في نقلك لمكانة عالية لشغلك. شاف هنا المبتعدين في تخاطر او تواصل روحي ما بينكم. بسم الله الكاشف شاف هنا للبعض اه المبتعد عن الشريك بعد جسدي او روحي رغم انكم في مكان واحد يجمعكم. بسم السحر. بسبب السحر. شاف هنا للعزاب رجوع علاقة. او ارتباط من شخص يعني قريب وشاف للبعض ماضي هينقفل. وانت هتكون صاحب القرار. شاف هنا ناس قطعوك ورجعين لك تاني. وعندك يد مساعدة او سداد دين. بفضل الله تعالى. تلك اشترك ان لن تشترك في القناة فلاشترك في القناة. دعواتك عند ربنا مش نسيها ابدا. واللي تعبك هيدوك قهرك عن قريب. دعواتك عند ربنا مش نسيها ابدا. واللي تعبك هيدوك قهرك عن قريب. واكثر من كراءة صورة الزاريات بفضل الله تعالى صلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة اسرار العالم الروحان. ولنك اه تعليق لنك في صندوق الوصف لعلاد السحر والمس لعلادات والحسد في صندوق الوصف اخواتي في الله.